الموضوع الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إدريس الكنبوري أهلا بك سيد إدريس ما دلالات يتم تعيين تنظيم قائد جديد لتنظيم القاعدة في شمال الأفريقي أبو عبيدة يوسف العنابي وأولا يعني دلال الأولى هو أنه ليس هناك تنظيم يبقى بدون رأس بدون قيادة لكن هناك دلال مهمة وهذا التأخر لمدة ستة أو سبعة أشهر بعد وفاة دروكدال عدم مالك دروكدال إلى الآن دروكدال إلى اليوم هذا التأخر أنا أعتقد بأنه عائد إلى وجود مشكلات حول خلافة دروكدال نظرا لأن دروكدال كان يتمتع بنوع من الزعامة التاريخية لنقول بلغة الجماعات الإرهابية منذ انفصاله عن الجية في سنة 190 يعني الجامعة الإسلامية الجزائرية في سنة 190 وتأسيل الجامعة السلفية الدعوة والقتل وانضمامه فيما بعد 2007 إلى القاعدة ومبيعته لبلدن إذن هو بالنسبة لهم يمثل الرعيل الأول من الجهاديين يعني رعيل الدواري وبلادن والآخرين فهذا التأخر في اعتقاده إذن عائد إلى مشكلات داخل التنظيم وعائد ربما إلى سوء التنصيق داخل هذا التجمع الخماسي الذي يسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسست سنة 2017 لكي تكون واجهة لمحاربة الموجودة هنا تحديدا سيد إدريس ما هي الآلية التي على أساسها يتم تعيين خلف لشخصية قيادية في التنظيم هل هي دائما نفس الآلية؟ هي نفس الآلية لكن ضمن متغيرات هي نفس الآلية بمعنى أن الجانب الشرعي دائما يحتل الأولوية وأحيانا يكون الجانب الميداني بمعنى السابقة بين قوسين السابقة الشخص فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية فيما يتعلق بالمغامراته الميدانية المخاطر التي يأخذها ثم قربه من القيادة وهذا العنبي تتوفر فيه هذا الشرط الأخير على الأقل وأنه كان قريبا من العنبي حتى وإن كان غير معروف إلى سنة 2014 عندما عقدت قمة نواكشوت وحضر الرئيس الفرنسي والرئيس الإسباني وتم فيها الإعلان عن تشكلة التجمع الخماسي من الموريطانيا والتشاد والنيجر إلى سعيد العاج إلى آخره فهذه الشرعية والميدانية تلعب دورا أساسيا بالإضافة إلى قدرة هذا الشخص على قيادة المجموع قيادة الفريق وأعتقد أن هذا هو أحد الأسباب تأخذ ستة أشهر بعد وفاة درودال في تعيين العنبي ربما لأنهم رأوا في الأخير أن هناك شرط تتوفر فيه وشرط لا تتوفر فيه وتتوفر فيه آخرين سيد إدريس هل يمكن لهذا التأخر ستة أشهر وحتى سألتك ما دلالات تعيين هذه الشخصية أن التنظيم القاعدة في تلك المنطقة لم يعد بالنشاط السابق هل هناك خلافات في الداخل تؤثر ليس فقط على قضية تعيين شخصيات فيه وقادة وإنما أيضا على نشاطه بشكل عام أم ليس بالضرورة نعم هو داخل جماعات إرهابية لا بد من الصراع ومن الحروب الداخل يعني هذه خصيصة من خصائص الجماعات التنظيمية ومن خصائص جميع الجماعات لأن المسألة ليس فيها فقط ما نعرفه نزع الجهادية أو القتال وإنما فيها أملاك فيها تصرفت في الغنائم فيها حسابات يعني نقول دنيوية حسابات مادية وهذه الحسابات تؤدي إلى تصرف حسابات يعني شخصية بين حسابات بين بين الأشخاص إلا أن هذا التأخر يعني مرضه أيضا إلى إلى كما قلت أيضا إلى المشكلات وإلى يعني يعني ربما هذه المشكلات يعني يعني نعكست تراجعا على مستوى هذه الجماعات يعني لا يجب أن ننسى بأنه منذ 2015 وقع عن نوع من انكسار في هذه الجبهة جبهة الحركات الجهادية بعد نضمام ستة أو سبعة تنظيمات مسلحة في اتفاقية الجزائر سنة 2015 برعاية جهات دولية يعني أمريكا وفرنسا وأمم المتحدة وتم يعني توقيع مع الحكومة المالية المركزية في باقية السلام فانسحب عدد من تنظيمات بقية فقط ما يسمى بالدولة الإسلامية في عراق والشم الجنح التابع لها والجنح التابع لتنظيم القاعدة زيد على هذا أن العمليات التي تشنها فرنسا منذ 2013 سواء داخل عمليات سيرفال أو اليوم داخل عمليات برخال برخال دالي على النجاح لأنه تصفية عديد من الزعامات يعني بعدها دروتكال ليست دروتكال فقط وإنما هذا الأسبوع تم القضاء على قائد عسكري يسمى أغموسة أغموسة إلى درجة أن وزير الدفاع الفرنسية انتقلت إلى عين الماكل لكي تزف الخبر إلى الفرنسيين شكرا جزيلا لك إدريس الكنبوري الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية كنت معنا مباشرة من الرباط